اهلا بكم الناس لكل فضلا وليس امرا كان اول مرة تسمعونا ما تنسي اجدامكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم اجديد معنا نحكي واليوم على حملة غضب الشارسة ضد الفنهنا نيرمين صفر بعد الفيديو كليب متاحه الاخير جيبولو تاكسي وانضمنة مشاهد فاضحة وجريئه نيرمين صفر وفيه احاقات هذا كنسبب في شن حملة تانمر وانتقادات شارسة طالت عائلة نيرمين صفر الشي اللي خلى العائلة ترد بقوة على الانتقادات هذه ونشرت عامة نيرمين صفر فيديو عمل ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي اكدت من خلاله ان نيرمين صفر لا تمثله كعائلة صفر ولا تشرفهم وقالت لهي غادرت منزل العائلة منذ 15 سنة ولم تعد تربطهم بها اي علاقة واضافت ان العائلة غير مسرورة بتصرفات نيرمين صفر التي استقرت في تونس منذ سنوات وانقطعت العلاقات بينهم بسبب تكرر فضائحها قائلة نحن نتبرأ منها وتابعة عامة نيرمين شنو ذنب خويا اللي يتسبب وبابا لا يرحموا معنا حتى ذنب في اللي قاعد تعمل فيه احنا ما نستعرفوش بها بشهادة الجميع عندنا توسني واكدت اني نيرمين لم تكن في حالة طبيعية عند ظهورها عارية في فيديو كليب متاحها بسبب تناولها لماواد مخطرة وزادة اكدت انه سبب عدم تدخل والد نيرمين لايقافها هو انه تقدمت نيرمين بشكاية ذدبوها حتى يلتزمها بعدم الاقتراب منها اشتركوا في القناة